موسيقى رجعنا لكم مشاهدينا إلى جين بمايا كاركي أهلا وسهلا فيك مايا مايا مدربة ريكي ريكي ماستر لح نتعرف أكتر شو هي الريكي بشو تختص أي نوع من الطاقة ولح نحكي أمور تفصلية عن هالريكي اللي هي يمكن ساينس يمكن طب بديل يمكن أوقات نصف تكرها شعوزي فعليك اليوم تفسري لنا شي يعني ريكي أكيد أنا بالأول بدي عرف عن الطاقة الطاقة هي فيبريشن بكل شي بالكون هلأ نحن وعم نحكي في فيبريشن عم بتصير في موجات عم تصير بينه وبينك مثل لما منكون قاعدين خلال النهار مفكر بحدا مثلا ممكن يجينا مسيج منه ممكن يتصل فينا واتفر والطاقة كمان موجودة من قبل ما يخلق الإنسان يكون بعضه جنين ببطن أمه فبياخد هذه الأنرجية من والدته من خلال الغزاء تبعها وأكيد بدنا نعمل رابط كتير قوي بطريقة حياتها للأم كيف بتكون طريقة الغزاء تبعها النوم حياتها الصحية والنفسية والجسدية كل ما كانت الأم بوضع جيد كل ما كان البيبي بس يخلق بصحة جيدة يعني كله بيبين بعدين وهيدا الشي يدرس بالجامعات أنا كمان عم بدروس سايكولوجي بمادة اسمه علم نفس النمو كله مكتوب ومعروف بهيدا الشي لما بصير يكبر الولد بصير يستعمل جسمه فهون هلأ مثلا أنا عم بحكي معك أنا عم بستهلك طاقته فلازم على الوقت نحن نصير نشرج هيدا الطاقة نريح حالنا ونكون بوضع جسم سليم يعني أكيد حال خلية الجسم هي طاقة بحد زيتها يعني ناخد الخلية كيف كنا نرسمها أيام المدرسة بالصف البيولوجي بقى فيها هالطاقة هالكهرباء الصغيرة فمشان هيك أوقات بتحس في ناس قراب مني بتقول طاقتهم إيجابية في ناس بتحسها بتفوتي بتنفر منهم ما كنا نعرف نتكيف مع الطاقة كنا نقول هيدا الشخص قريب هيدا الشخص نجمه خفيف هيدا الشخص تقيل هيدا ما بحبه هيدا وجع لي راسي فهون هيدا اللي عم تحكي عنا تبادل الطاقة تبادل الطاقة والطاقة في عنده علوم مختلفة يعني واليوم بيثبت أنه هو ساينس هو علم مثبت الريكي شو هي تحديدا الريكي هي علم متعارفة عليه معروف يعني قد ما هو قديم قد ما هو جديد لأنه مجدد فكان يستخدم من ألف سنين من قبل الفراعنة وكمان استخدموه ببناء الاهرامات بالربع الأول من القرن التاسع عشر فيه بروفوسور ياباني اسمه ميقاويوزوي جدد هيدا العلم ورجع تطور هيدا العلم منتشر بين الغرب والوليات المتحدة الأمريكية وفيه عنا علوم طاقة كتيرة يعني كنا عم نحكم شوي أنه فيه كتير اشياء في التتا كلهم هولي بيشتغلوا على جسم وعلى بواب الطاقة تبع الجسم شو الطريقة بالريكي هل يترى فيه ميديتيشن في حالة معينة لازم نكون موجودين فيها أنا أول شي بدي عارف كلمة الريكي في بعض الأشخاص بتقول الريكي هي رأوة هي كلمة الريكي هو مصطلح من كلمتان الري واللي هي الطاقة الكونية الموجودة وينما كان والكي هي طاقة الحياة الموجودة بكل كائن حي الريكي السر تبعه هو كفوف الإيدان مثلا هلأ أنت رأسك بيجعك وتحط إيدك على رأسك درسك بيجعك وتحط إيدك على خدك فبتنتقل على المنطقة اللي عم تجعك تكتشفي أنه هيدا كانوا يستعملوا أهلينا زمان وبعدهم لهلأ هيدا الشي علم هيدا الشي حقيقة أنه أنت لما بتعملي بتعملي هيك ممكن تروقي أو بتجي إمك تحط إيدك على رأسك أنه تريحك فلما بتفعلي طاقة الريكي بجسمك أكيد الماستر بيفعل طاقة الريكي بالجسم وفي بواب للطاقة متعارف على سبعة منهم بيبلشوا من أسفل سنسلة الظهر لفوق الراس هن سبعة وبتصير تتمرأ أكفوف الإيدان من قبل الهيلر أو من قبل المدرب لأنه في عنا كذا الشخص بيقدروا فيه الشخص يعمل لحاله هي لينجو أهم شي بدنا نقول أنه الريكي لما بتتفعل بالجسم بدنا نعملها لإلنا نحن قبل أي شخص تاني يعني بدي أرفع أنا طاقة جسمي قبل ما إجي أعملك سيونس لإلك ليه لأنه إذا أنا ما إني رفع طاقتي كيف بدأ أعطيك طاقة مني؟ كيف بدأ يكون معي؟ طب أدي بدأ تكون طاقة هالماستر نظيفة يعني وتعمل تبادل بالطاقة ليش أنا بدأ أوسق بهيدا الماستر ليش مش أنا بشتغل على طاقة؟ أنت بتقدري ما هو لما أنت بتفعله الماستر هتكون طاقته كتير عالي وتكونوا كل البواب الطاقة عنده من الضفين لأنه هو دايلي لازم يكون بيعمل يعني قلت أنا أنه هي لقلنا قبل أي حدا تاني فالأوبشنز في عنا ثلاث أوبشنات الأوبشن الواحد واللي هو ضروري جدا والماستر بيعمله والبراكتشنر بيعمله براكتشنر 1 و براكتشنر 2 الوان هو بيعمل على جسمه بينظف حاله بحاله بيكتفى أنه يعمل هيك وكمان بيقدر يعمل للناس اللي عايشين معه بالبيت عزيم بعد فترة أسيرة طريقة التنظيف شو يعني هي شو بقعد بعمل لما تضيف طاقة أنا لما بتمرق إيدك على جسمك وبتكوني أنت قريدي مفتحين الطاقات عندك بكل لفل بيكون النوع من الطاقات مفتحة يعني أنا بدي أفوت بمديتيشن لبلش في لا بس بتبلشي بتحطي البالمز على البالمز بتصير تحسي بالطاقة بالأنرجية أكيد هولي بيكونوا مفعالين من قبل الماستر وبيبلش يمرق على جسمه هل قد سيمبل بلا ما يقول شي تلت دقايق تلت دقايق كل هيدا تقريبا السيونس بتبقى خمسة وارمين دقيقة لساعة وممكن لساعة وشوي أوكي جدا سيمبل لأنه الطاقة ما بتستعملي لماديكيشن ما بتستعملي أي شي تاني بس بتعتمدي على حالك وهي لكل العالم والكبير والصغير وحتى بتستعمل للحيوانات والنباتات وأي شي بالبيت كمان بدي أعطي نوت هيك مثلا بسيط وقت الست البيت بتطبخ بيكون مقلية نفسها على الأكل وقد ما كان شاتلو حلو شو بيكون بيطلع بيطلع على الأكل مش طيل ففعلا الطاقة بتنتقل أو أنا مثلا عم ضيفك ومش مبسوطة بنقلك الطاقة بك ببيت الماي عرفتني النوت خدل بس فرق بما إجي أنا عم بضحك وأعطيكي مثلا الشي اللي بدي أعطيكي ياه أو بكون واحد يعني عم ياكل ومعه حابب شخص بوجه بيعمل ضغرة بيأثر عليه بيأثر عليه وعفكرة فيه وهيدا أنا بسمح له هو يأثر علي مين أنا يعني ليش أنا هو الشخص اللي قباله بس أنا هلأ قلت لي مايا أنا في ناس بلتقى فيهم بأثر علي إيه إنت سمحت لهم إيه إنت سمحت لهم لأنه جسمك مفتوح يعني بتكوني مفتوح جسمك عم يستقبل أوكي فأنا وأتبعمل للريكي وأتبقى مثل ما قلت بفتح نحن نحكي شاكرز نحن شاكرز هن بوابة الطاقة هن الشاكرز إيه وبرجع لازم سكر أنا طبعا لازم تسكر بس في ناس مثلا هلأ كثير يمكن عم بيشوفونا ما بيعرفوا بالريكي أو ما بيعرفوا شو لازم يعملوا شو لازم يعملوا فيهم مثلا لو نحن هلأ مثلا هلأ نحن قاعدين بقعد بتبق إجرية عبعد بقربهم عبعد وبحط إيدي هون بسكرهم بحطهم على أسفل البطن شو بكون عملت سكرت؟ كن أنا سكرت والطاقة بس عم تمشي من أسفل العمود الفكري لراسي والعكس صحيح الطاقة طبعا عم الدولة تعمل بركي أنا سكرت على حالي وأنا قرادة عندي مشاكل يعني أوكي فينا طمين عنا تقونية تانية إنه أنا قاعد نفس القاعدة بسكر إيدي واتخيل إنه هيدا كمان أي حدا فيه عملا اتخيل إنه في ضو عم يجي من فوق عم بفوت بجسمي أوكي وبدأتنفس من أنفة أخد شهيك من أنفة وزفير من تمة أوكي فإذا بتخيل هيدا النور نعم وبسكر تلك مرات وببلش من راسي لما بكون بمنطقة الراس ببقى لمدة يعني من دقيقة إلى ثلاث دقايق بتنفس إذا بقدر لأنه في بعض الأشخاص ما بيقدروا يتنفسوا شهيك وزفير من أنفن إذا ما قدروا شهيك من أنف وزفير من أوكي شعم يعمل بالسيستم هيدا بيكون الجسم والأكسجين عم ينشي هيدا منطقة الراس برجع بنتقل للشكرة الثانية اللي هي العينة الثالثة ثرد آي كمان نفس الشي بتنفس من دقيقة لثلاث دقايق برجع لمنطقة الحنجرة برجع لمنطقة القلب برجع لمنطقة المعدة برجع لمنطقة السرة برجع لمنطقة أسفل البطن وهيك أنا بكون شو بكون نظفت نظفت جسمي فبظهر أنا بالمجتمع محمية بتظهري محمية في يعني بياخدوا وقت تقريبا عشر دقايق ربع ساعة فيه الواحد يعملها قبل ما يطلع من بيته أو ساعة اللي بده وبتريحه أكيد يعني أورادي إذا تنفسه بس بالطريقة يعني بتقول عنا مايا أورادي الأكسجين فيه بده يمشي بينظف جسمه بينظف جسمه على كل حال يعني كنا نتفق مع هالنوع من الساينس هالعلوم الطاقة أولى المستشفيات اليوم بلبنان يعني بعض المستشفيات في بعض المستشفيات مضبط وبره إلى جانب الطب فيه الريكي فيه كتير معروفة ومن كان بالعالم صارت حتى بلبنان صارت معروفة يعني تلاقي كتير عالم صاروا عم بيعرفوا فيها حكيت مايا عن المي والمي كمان معروفة هي أكتر طاقة بتعمل أبسوربشن أكتر طاقة بتقدر تمتص الطاقات اللي حواليها فانتبهوا مين عم مضيفكم كباية الماي دايما ليش عند ماي وليه عند ستون يعني اليوم وتبلش شوف أنا إشياء هيك ببلش يروح فكرة أوكي بلشتها بإشياء اللي غريبة أنا طلبت كباية الماي بدي أعمل عليها تجربة بهيدا الستون هيدون الستون أوكي شو هو هيدا الحجر أوكي هيدا الحجر اسمه بندلوم أوكي وهيدا كل شخص إذا عامل العلاج بالطاقة أو ريكي بيصير لأله يعني بيوجه الانتو وانش انتبعوا عليه يعني أنت بتعملي عليه مديتيشن وبصير إليك ولا لا بصير إليه في طريقة معي يعني تكنيك بصير إليه بصير الحجر معرف على طاقتك معرف علي بعرفوا علي يعني بصير أنا شو ما بحكي أو شو ما بقشر له فكر مش بحكي بالصبب لأنه لا لأنه فيه أشي بتنحكي مثلا إذا ما اكتسبت الشي فيك تسأل أوكي وهلأ لحنشوف سوا وهلأ لحنشوف سوا طيب الحجر ألوانه مثلا أنا يمتعي حجر هلأ هيدا الأسود هو تورمالين هيدا حجر بركاني أوكي وهيدا بيترد كل الطاقات السلبية هيدول الحجر هنبقى نحكي عنهم بعدين هيدول الألوان هيدو ألوان الشكرس كمان كل وحدة شكرا معينة أوكي كل وحدة شو بتاعني هولي كلهم كمان موضوع كتير اللي بديك تسبتي اليوم شو أوكي أنا بدي أثبت أنه الريكي موجودة لأنه في بعض الأشخاص ما يعني ما بيصدقوا أنه والله علم الطاقة موجود وهالأخبار فأنا عندي هاي ببيت الماي اللي هي هلأ نيوترين ما معمولة ريكي فأنا بدي أقرب عليها البندلوم أوكي وبينكمش بالثامب والإندكس هنلاحظ أنه بندلوم ما تحرك ما عم يتحرك صح أوكي فأنا اللي هآمله هلأ بدي أعمل كونكت حضر حالي وأعطيها ريكي للكباية أوكي لما أنه أنا طاقة جسمي عالية فبس هيك شوي فإذا هون عم بصير في تبادل بالطاقة والأ الماي هي بتسحب يعني بتمتص الطاقة وعلى مر العصور وبكل الأديان الماي موجودة نعم للتبارك منها أو لطرد الأرواح فأنا عطيت ريكي بما أنه أنا ماستر وطاقة جسمي عالية هلأ شو عملت أنت مصلا عطيت ريكي لا عطيت ريكي بس عطيتها من الأنرجي طبعا بس حكيت شي نو نو أبدا بس هيك بس هيك يعني كتير الموضوع سيمبل أوكي أوكي فهلأ حنشوف البندلوم شو هيعمل أوكي بلش يتفاعل نعم بس بأخذولها إيدا من فوق لأنا عن جد إيدا ما عم بتهز فأنا هي البندلوم عم يتحرك معي بلش شوي شوي بعدين صار يقوى معناتها الجسم اللي عطيت ريكي طاقته عالية أوكي يعني هيك هي تعرف في طاقة الماء عطاقة ماء نعم إذا أنا مسكتها بتعمل هيك لا بقطع شي من اللي عملتي المدتيشن الشغل اللي عملتيا أنا بس حتت إيدي على يا إيه هلأ أنت حت أنا مش حت إذا عملتها فوق الكباية شو بيصير لا ما مشي ما تطلع طاقة أقوى من طاقة آه يمكن لازم روح لهونيك ما بعنف هتتا موقف أوكي أوكي ما تعرف عليك لأ لأنه البالمز اللي نحطه يعني الطاقة اللي أخدها مني أنا أوكي أوكي وبتكون كمان طاقة جسمي أعلى من طاقة جسمك أوكي طيب كمانة في الشيك أنا تين برا هيك عم نلعب لعبة طاقة أنا ومايا حكيته للسطون سألته أسئلة نعم وهيدا بيأكد أنه الوقت لأننا بنحكي معه ازاك خلينا نحكي مع للسطون أوكي شو لحنا تسألي هيدا لمايا يعني هيدا لسطون لإلي حنسأل نفس الأسئلة إذا راح على اليمين يعني بس أنت شو سألت هلأ ماينام إز بلونج أوكي أوكي فقال لي لأ راح على الشمال آه أوكي هلأ مش إنه إذا برم مش فكرة آه دكت إذا راح على الشمال يعني نو إيه إذا راح على اليمين يعني يس إيه أوكي ماينام إز مايا هيروح على اليمين المفروض بليس خدوا إيدي من فوق لما بين عم حرك لأنه أنا مع محرك أوكي ولا طب هيدا لاتسبت شو بكلب قوة مقصود مايا 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 هيدا بتعملوا لاتسبتوا شي ولا لأ يعني لا هو كمان نحنا بنستعمله وقت اللي بيكون عندنا مريض أي من مرقه فوق جسمه آه كمان بالمناطق اللي بتكون مقفلة بالشكرات اللي بتكون مقفلة بيعطينا إشارة أوكي بيسكت يعني ما بيتحرك وقت اللي بيتحرك بيكون بيكون بواب الطاقة طبعه طبع الشخص اللي معنا بميحة كمان بالنسبة لبواب الطاقة مثل مثلا إذا حسه بالشوب وفي شباك بوجك آه بتفتح الشباك شوي بعدك مثلا وبره برد بتفتح الشباك شوي بتحسه إنه ما عطاك شي بتفتحيه على آخر بيشبك الهواء صح يعني لا إنه تكوني إنتي لازم تكوني تفتح الشباك عن نص دائما فيه اعتدال هل بتكوني أنت عامل اعتدال بالهواء اللي أخدته أكيد فكمان بواب الطاقة اللي هن الشكرات لازم يكونوا متوازنين لحتى يكون الشخص عايش حياة صحية نفسية منيحة طبع وكمان بدي أعطي هيك تيبس صغيرة إنه قد ما فينا نشرب ماء كل العالم تشرب ماء يعني حاولوا كل ساعة تشربوا كباية ماء لأنه الماء بتساعد إنه تمشي الطاقة بالجسم وتنظف الجسم أكيد وكلها الإخبار وتمرين التنفس أي حدا بيقدر يعملها كمان مايا كاريكي أهلا وسهلا فيك ريكي ماستر إذا حبيتوا أو لا تناعتوا أو لا وبيبقى تاخدوا من الريكي الأشياء الميحة للكون وإذا حبيوا نضغوصوا فيها أكيد ما عندها سيئات فاصل أصير ومنتابع اشتركوا في القناة